مساء الخير لك والأستاذ المشاهدين في اليوم الثاني والستين من هذا العدوان الدموي على أهلنا في غزة يستمر العدوان على كافة مناطق القطاع في هذا اليوم تم الإعلان عن استهداف ما مجموعة 135 آلية مدرعة وآلية خلال آخر 72 ساعة منها 79 آلية تم استهداف خلال الثلاثة أيام الأخيرة في مدينة غزة فقط يوم الأمس تم تدمير بشكل كل أو جزء 12 آلية في بيت لاهيا و11 آلية في منطقة خان يونس في منطقة بيت لاهيا تستمر أعمال القتال والاشتباك بين القوات الإسرائيلية الغازية وبين أهلنا أبطال المقاومة في هذه المنطقة حيث في هذا اليوم تم جر القوات المعادية إلى فتحة أحد الأنفاق وتفجيره في القوات الإسرائيلية وسقطوا بين قتيل وجريح تجري اشتباكات في منطقة الرضوان واشتباكات بين الحين والأخرى ويتم إيقاع أشد الإصابات في القوات المعادية تم تخصيص الفرقة 162 لمنطقة جباليا وفي جباليا في هذا اليوم تم قصف جباليا بالعديد من الأحزمة النارية وكذلك تم استخدام الفسفور الأبيض واستخدام القنابل الدخانية من قبل القوات الإسرائيلية وذلك لتغطية عملية توغل القوات الإسرائيلية داخل المخيم منطقة جباليا هي محاصرة من الشمال ومن المنطقة الشرقية تم التصدي من قبل أبطال المقاومة وما زالوا على مداخل المخيم تم التصدي لهم باستخدام أسلحة الميمدال وبعض من أعمال القتال جرت من المسافة الصفرية في منطقة الشجاعية تم تخصيص الفرقة 36 للتعامل مع منطقة الشجاعية وكذلك ذكرت صحيفة يدعوت أحرانوت هذا اليوم بأن 50 اشتباك تمت يوم الأمس فقط مع مقاتلين القسام وأبطال المقاومة في منطقة الشجاعية قبل أن تكمل بالشجاعية فقط لننوه أيضا لواء أن الجيش الإسرائيلي أعلن قبل قليل أنه في جباليا تم تصفية ابن قائد هيئة الأركان السابق هو تم تصفية ابن رئيس الأركان السابق وهو برتبة رائد أثناء العمليات وكذلك صرح نائب رئيس الأركان الأسبق بأنه لا يمكن للجيش الإسرائيلي القضاء على حماس ومن الأجدر بالجيش الإسرائيلي وبالساسة الإسرائيليين أن يجلسوا على طاولة المفاوضات ويناقشوا بخصوص خلال سبيل المحتجزين لدى حماس لنكمل بالنسبة لمنطقة الشجاعية ذكرت أنه تم تخصيص الفرقة الـ 36 وما زالت المعارك ضارية تقوم على مداخل الشجاعية من المنطقة الشرقية تم إجراء قصف عنيف جوي ومدفعي ومن الملاحظة هذا اليوم أنه كان هناك قصف مدفعي وهو شكل عشوائي على المنطقة الشرقية من منطقة الشجاعية تم دك في المنطقة الجنوبية الغربية مدينة غزة باستخدام رجوم 114 اليوم أحد مواقع القيادة العامة للقوات الإسرائيلية ضمن منطقة العمليات كذلك تم استهداف العديد من المناطق باستخدام الهاونات ورشقات صاروخية ننتقل جنوبا إلى منطقة خان يونس في منطقة خان يونس نلاحظ أن العدو الإسرائيلي ركز على هذه المنطقة في استخدام فرقة مشاة من القوات النخبوية وكذلك من ألوية الاحتياط مدعمة بأربعة ألوية مدرعات ذلك نلاحظ حجم القوة لخان يونس لنوضح أكثر كم عدد تقريبا كل نتحدث عن أربعة ألوية نحن نتحدث اللواء الآلي في مئة ناقلة ناقلة جند واللواء المدرع في تسعة وتسعين دبابة الآن نحن نتحدث عن حجم تقريبا في خان يونس فرقتين تقريبا لأنه يعتقد أن العاصمة الآن هي خان يونس يعتقد أن قيادات المقاومة في خان يونس يعتقد بأن شبكات الأنفاق في خان يونس لذلك تدور معارك ضارية لاحظنا في الفترة الأولى في أول يوم يومين من القتال كان معدل التوغل عالي وسريع للقوات الإسرائيلية وذكرنا أمس بأنه تم جر العدو إلى مناطق تقتيل اليوم في المنطقة الشرقية من مدينة خان يونس تم استهداف 15 جندي كانوا من المشاة بعبوات ناسفة ثلاث عبوات ناسفة ضد الأفراد أوقعتهم بين قتيل وجريح وكذلك تم استهداف في المنطقة الشرقية كذلك ست جنود إسرائيليين ومن الملاحظ أنه أثناء عملية استهدافهم سقطوا صرع بين قتيل وجريح وتم الاستلاع على روبوت وهذا يعني أنه في هذه المنطقة كانوا يبحثوا عن أحد الأنفاق كذلك تم دك المنطقة الشرقية قوات عديدة إسرائيلية باستخدام الهاونات ومنظومة رجوم الآن التوغل على طريق شارع صلاح الدين باتجاه الشمال مفترق المطاحن حتى المنطقة الشرقية من دير البلح هناك يوجد اشتباكات متقطعة بين أبطال المقاومة والقوات الغازية وتم قصف المنطقة الغربية بشكل كثيف جدا هذا اليوم من قبل الزوارق البحرية الإسرائيلية لنعود إلى الجنوب وباتجاه خان يونس شمال خان يونس شارع جمال عبد الناصر مع شارع الخمسة عند اللهب النار الذي الآن يظهر أمامنا على الشاشة شمال خان يونس وصلت القوات إلى هذه المنطقة وهي على بعد عدة مئات من الأمتار من مركز المدينة تم استهدافها بقذائف الهاون من قبل أبطال المقاومة ودك هذه المواقع باستخدام أسلحة الهاونات ما زالت تجري عمليات القتال في كافة أرجاء القطاع وعندما نتحدث عن ما مجموعه 135 آلية خلال آخر 72 ساعة تدمير كل أو جزئي هذه الفصائل المقاومة سواء كان سرايل القدس أو كتاب القسام تستخدم كافة أساليب القتال في المجموعات الصغيرة قتال العصابات حرب الشوارع القتال من المسافة الصفرية استخدم الياسين اليوم 105 استخدم التاندم تم استخدام القذائف في الـ TPG على بعض المناطق التي يتحصن فيها قوات إسرائيلية كذلك اسمحي لي بس أكمل تم استهداف جنود عدد اثنين شرق خان يونس باستخدام بندقية القناصة الغول وكذلك في منطقة الشجاعية تم استهداف جنود عدد اثنين في بندقية القنص لذلك نلاحظ بأن أبطال المقاومة الآن يقومون بتطبيق كافة فنون القتال وباستخدام كافة التكتيكات من خلال تصميمهم للمعركة على خطوط التماس لإلحاق أكبر نسبة قتل في هذا العدو الغازي طيب اللواء يعني من خلال تحديدا جنوبنا نتحدث عن تطويق خان يونس بهذا الشكل ما هو هدف إسرائيل في هذه المرحلة وكيف يمكن وصف تقدمها إلى الآن يعني هو التقدم لما نتحدث نحن عن فرقة الفرقة 98 فرقة المشاة ونقول قوات نخبة بالإضافة لألوية من الاحتياط بالإضافة لأربع يعني ألوية مدرعة تهاجم مدينة خان يونس وهذا القتال المستشري يعني قتال أبطال بدافع عن المدينة يعني التقدم بطيء جدا من حجم المقاومة والخسائر التي تلحق في القوات الإسرائيلية الآن باستخدام القصف الجوي والقصف من الزوارق البحرية يحاولوا أن يقوموا بإجبار السكان للنزوح جنوبا وصار يتسرب الآن على الميديا العديد من الأخبار أنه قد يفرض واقع بحيث أن يكون هناك مخيم ضخم للاجئين في منطقة رفح تمهيدا لنقل هذا السكان إلى سينا بالإضافة أنه اليوم كان في حديث لوزارة الدفاع البريطانية بأنه سيتم تكليف السلطة الفلسطينية لاحقا بأمور إدارة غزة لذلك الآن يعني بعض من الأمور تتبلور بما يجري على الساحة ولكن ميدانيا يعني إذا تحدثنا هل يسجل تقدم يذكر للقوات الإسرائيلية؟ في تقدم لكن التقدم بطيء ونحن تحدثنا سابقا الآن الإسرائيليون يعني حذرون جدا في عملية التقدم هم قادرون أن يقوموا بتقدم بوتيرة أسرع لكن ستكون الخسائر أكثر وهم محساسين هم على الرغم من خشيتهم وترددهم وارتباكهم واتخاذ كافة الإجراءات واستخدام القصف التمهيدي والأحزم الناري والقصف البحري والقصف المدفع المجنون على أهلنا في غزة إلا أنه تلحق بهم خسائر عندما نتحدث يوم أمس كانوا على شارع الخمسة يعني تقاطع شارع الخمسة مع شارع جمال عبد الناصر ومن يوم أمس لغاية الآن يراودوا مكانهم لا يستطيعوا أن يتقدموا لأن حجم المقاومة عالي بالإضافة إذا منطلع على الصورة اللي أمامنا يعني عند كلمة خان يونس هذه المجمعات السكنية الكثافة البشرية الموجودة عالي جدا على الرغم أن حدث تدمير نعم الأحزم النارية والقصف المدفعي والقصف من الزوارق البحرية أحدث تدمير ضمن المنطقة إلا أنه ليس من السهولة حركة القطاعات المدرعة وبالذات الدبابات ضمن هذه المنطقة نظرا للكثافة يوم الأمس عندما شاهدنا الفيديو وكيف يعني يتم قنص هذه الدبابات بسهولة لأن المناطق التي يتم تدميرها يستطيع رجال المقاومة تحرك فيها وتكون سهلة الحركة بالنسبة لهم يعني هم بطوع الأرض والتضاريس والكتل الخرسانية والبيوت المدمرة وشبكات الأنفاق هي لصالح المدافع وليست لصالح المهاجم يقتنص الفرص ويباغت العدو ويفاجئوه ويشاغروه ويقنصوه بكافة وسائل القتال المتوفرة بين أيديهم لذلك نحن نتحدث في خان يونس عن لواء للقسام لواء القسام مؤلف من أربع كتائب في منطقة خان يونس هذا اللواء لا يقاتل قتال تقليدي لا يظهر على السطح لأنه لا يستطيع بالقتال التقليدي أن يجابه هذه الآلة الحربية المدمرة بما يتعلق أنا أتحدث عن دبابة الميركافا والطائرات الاستطلاعة التي تراقب وطائرات الـ F-35 وطائرات الـ F-16 وطائرات الـ F-15 لذلك هم يستخدموا سلوب القتال بالمجموعات الصغيرة وسلوب القتال داخل المناطق المبنية يقتنص فرص عندما يعني والآن يوجد قيادة وسيطرة على أبطال المقاومة وفي تنظيم الأمر مش عشوائي هم بيشتغلوا ضمن منهجية عسكرية تكتيكية صحيحة وهذا معترفت به قوات الاحتلال بأنه حماس تتفوق عليهم بحرب المدن طيب لو ذكرت شبكة الأنفاق كثير الحديث يعني في هذين اليومين أنه إسرائيل قد تلجأ إلى تعويم الأنفاق بمياه البحر كربما الخطوة التي تستطيع من خلالها القضاء على أنفاق المقاومة إلى أي مدى هو موضوع قابل لأن يطبق فعليا؟ يعني هذا الحديث فيه عليه علامات استفهام أنه يعني هذا لا يعني أنه إذا والله وضعنا مضخة مي على أحد الأنفاق رح تتدفق المياه بالأنفاق لجميع الأنفاق لأنه لا أحد يعلم كيفية بناء شبكات الأنفاق تحت الأرض زائد أنه ما يتحدث عنه بعض من المعلومات التي يعني ترشح هنا وهناك بأن الأنفاق هي ليست شبكة واحدة هي عدد من الشبكات الشيء الآخر أنه يعني يمكن حتى لو كان فيه تدفق للمياه يمكن أن يتم غلق بعض من الأنفاق التي تتدفق بها المياه لذلك لا أستطيع أنا الآن أني أقول أنه هذا الأمر قد يكون ناجح أو لا حسب أراء العديد من الخبراء يعني يضعوا علامة استفهام على مدى نجاح ذلك لكن هناك خطورة من شيء آخر الخطورة من أن تسرب المياه المالحة مياه البحر المتوسط المالحة إلى المياه الجوفية الموجودة الآن يوجد شح في المياه في منطقة قطاع غزة بشكل كامل والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة يندلها الجبين طبعا قد يكون هذا يعني رح يعمل أكيد رح يعمل خلل في المياه الجوفية الموجودة ويزيد نسبة الملوحة فيها وقد تكون عملية الضخم سيطر عليها من قبل الإسرائيليين لأن عملية ضخم مياه البحر في قطاع غزة هي لا تؤثر فقط على القطاع إنما ستؤثر كذلك على الأراضي المحتلة اللي هي شمال وشرق القطاع لذلك باعتقادي قد يكون في سيطرة ولكن حتى قبل كل ذلك لواء حتى تقدم إسرائيل على هذه الخطوة ألا يجب أن يكون لديها خرائط بهذه الأنفاق هي حتى الآن تقرب أنا لم تستطع الوصول إلى الأنفاق فكيف تتحدث عن هذه الخطوة قبل أن تعلم أين تتواجد هذه الأنفاق؟ في المناطق التي استطاعوا في المنطقة الشمالية التي استطاعوا أن يتوغلوا فيها على أطراف المناطق المفتوحة شارع الرشيد غربا شارع صلاح الدين أنه الآن في سيطرة في بعض المناطق في شارع صلاح الدين لذلك أنفاق بعض منها قاموا بالتعامل معها بالهدم بعض منها تم تفجيرها يعني إحنا اليوم نتحدث عن موقعين في القطاع تم جر قوات العدو الإسرائيل الغازي إلى فتحات الأنفاق وهي ملغمة مسبقا وتم تفجيرها وإيقاع هؤلاء الضباط وجنود بين قتيل وجريح أكمل للنقطة التي أريد أن أحكي عنها أن المقصود زيادة نسبة الملوحة في المياه الجوفية حتى تزداد معاناة السكان المدنيين وإجبارهم أن يقوموا بالتوجه إلى الجنوب أنا اليوم على أحد المحطات سمعت بعض من المدنيين يعني بيشكوا أنه لا يوجد ميال الشرب نهائيا صحيح الآن كل أساسيات الحياة عدمت الآن الإنسان يتحمل حتى لو كان عنده عقيدة قوية يتحمل ويقام وهذه الحاضن الشعبية هي تعطي هذا المقاتل قوة وكما قال وزير الدفاع الأمريكي أن الحاضن الشعبية هي أحد مراكز الثقل وعندما تدفع أنه أنت يعني الحاضن الشعبية تجبرها أنها تكون مع المقاتل أنت تحول النصر التكتيكي إلى هزيمة استراتيجية وهذا ما يتم التوقع لكن المعالي الإنساني تزداد هذا سيجبر السكان بعد فترة أنه يتوجهوا إلى المنطقة الجنوبية علما بأنه يوجد ما يزيد عن 800 ألف من أبطال غزة من المدنيين ما زالوا موجودين داخل المنطقة الشمالية في الشمال رغم أنه كما أعلن أسامة حمدان قبل قليل تعاني العطش يعني هناك كارثة عطش حقيقية في الشمال وهي مش بس قضية كارثة عطش يعني اليوم ما قامت به القوات الإسرائيلية الدموية البربرية الغازية في أحد مدارس في شمال القطاع يوجد بها نازحين قامت باعتقال العديد من من يزيد عمره عن 15 عام وتعريتهم بالكامل ووضعهم في أحد الساحات ويوجد بعض المعلومات غير مؤكدة بأنه تم قتل بعض منهم وتم اعتقال بعض منهم في التركات ونقلوهم إلى داخل الأراضي الإسرائيلية هذا العدو لا يعرف الإنسانية ولا يعرف الأخلاق ولا يعرف حقوق إنسان لا يعرف إلا لغة واحدة أن يتم التعامل معه بالقوة طيب لواء يعني أمام كل هذه الترسانة الإسرائيلية الأمريكية أمام كل ما يجري على المستوى إن كان بالآلة الحربية أو بالتنكيل بالغزويين بهذا الشكل على ماذا تعتمد المقاومة اليوم في هذا القتال إذا لنا أن نأخذ فكرة عن ما تستخدمه سواء من حيث الأسلحة وخاصة عندما نتحدث عن استهداف الآليات وتفجيرها يعني الوسائل السلاح الموجودة نحن ذكرناها عدة مرات سابقا بشكل رئيسي هي أسلحة المضادة للدبابات وضد الأفراد ومن ضمن الأسلحة التي تستخدم ضد الأفراد العبوات أو ضد المنشآت العبوات البرميلية عبوة ضد المنشآت وهذه في منطقة شرق خان يونس استخدمت على أرض الواقع في ثلاث أيام الماضية يتم تفخيخ المكان وضع العبوة قوة تدميرية توصل لـ 250 كيلوغرام تكون موصولة بسلك أو قد يكون إمكانية تفجيرها لاسلكيا عن بعض حال دخول القوات الإسرائيلية ضمن المبنى يتم تفجيرها عن بعض وإحداث أكبر نسبة قتل ويعني قليل جدا محظوظ اللي بيكون جريح منهم في الغالب يتم قتلهم جميعا لأنه التشضية عالية بالإضافة أنه المبنى ينهار ويسقط على منهم داخل المبنى ماذا عن العبوات الأخرى؟ بالإضافة في العبوة استخدمت خلال اليومين الماضيين العبوة التلفزيونية والعبوة التلفزيونية هي محدبة الأطراف مقعرة الملكز تقصد هذه عميد على أقصى كما هي أسخل الجند على اليسار محدبة الأطراف مقعرة من الوسط هذه يتم التحكم عند الانفجار بالموجة التفجيرية التي تكون باتجاه واحد مئة وثمانين درجة العمق التدميري لها مئة وعشرين متر هي ألغام ضد الأفراد قد تكون مربعة أو مستطيلة ويتم استهدافها منلاحظ هنا في هذه الصورة بعض من الوسائل لغم ضد الدبابات منلاحظ الكلاشينكوف بنادق بندقية الغول منلاحظ القسام 105 RBJ يعني مختلف أنواع الأسلحة العبوة البرميلية التي تحدثت عنها قبل قليل أي واحدة من هؤلاء؟ العبوة التلفزيونية التي هي تحت الجند التي أقصى اليسار بالأسفل الآن منلاحظ في الوسط لباس بالبسول قناصة في الوسط هذا اللي لونه بي جي براون هذا بالبسول قناصة أثناء عمليات القنص نعم إذن هذه أنواع العبوات التي تحدثت عنها لوا هناك مسألة أخرى يعني القنابل التي أو الصواريخ التي تقصف بها إسرائيل بعضها لا ينفجر ما خطورة ذلك يعني مستقبلا هل من رقم معين نتحدث عنه حتى الآن ونحن في اليوم 62 للحرب؟ ذكرت الفينانشل تايمز أنه كميات القنابل التي أسقطت على غزة هي الأعلى بالتاريخ بالنسبة لي يعني مساحة غزة 365 كم مربع إذا بنخذ المساحة وكمية القنابل التي ألقيت هي أعلى بالتاريخ وأعلى من ما أسقطت في الحرب العالمية الأولى أو الثانية الشيء المقلق التلوث بالقنابل العديد تقريبا نسبة 10% من هذه القنابل لا تنفجر والخطورة من القنابل هذا ما يقصد بعبارة تلوث بالقنابل التلوث بالقنابل أنه إحنا لما نتحدث عن قنبلة وزنها الفين رطل تخترق الأرض لتقوم بالانفجار وما بتنفجر اخترقت الأرض ودخلت بعمق مثلا 20 متر وبقيت الآن هذا تلوث تلوثت الأرض الآن يعني بدها جهد هندسي وخبراء حتى يستطيع إما أن يقوموا يجيرها في مكانها أو أن يقوموا بإبطال هذه القنبلة الآن القطاع من أقصى شماله يعني من الشمال حتى رفح يوجد بضع مئات من هذه القنابل مختلف الأنواع ومختلف العيارات قد تكون قنابل زيانة 250 كيلوغرام 500 كيلوغرام ألف أو 2000 عفوا باوند ألف كيلوغرام من مختلف العيارات موجودة في مختلف المناطق هذه يعني راح تسبب مشاكل في المراحلة القادمة زايد أنه يعني اليوم إحنا بنتحدث يعني لما كنا نتحدث عن استخدام الفسفور الأبيض العديد من اليوم العديد من حالات الإغماء والاختناق تسبب فيها الأبخرة المتصاعدة من الفسفور الأبيض وهذه السحابة التي كانت فوق المخيم في المنطقة تؤدي إلى أضرار دائمة وبعض من الأسلحة أنا ذكرت سابقا أنه يتم استخدام قطاع غزي كميدان للتجارب يوجد بعض من الشركات التي تصنع السلاح في العالم موجودة وتراقب تنفيذ بعض من الأسلحة الآن يتم استخدام أسلحة غير معروفة للخبراء العسكريين ذكرنا أنه يوجد بعض من الأسلحة وبعض من القنابل تعمل على انصهار الحديد وإذابة الجثف وهذه غير مألوفة وغير معروفة لذلك أصبحنا حقل تجارب العرب والمسلمين لهؤلاء الغزاة أنا أشكرك جزيلا الخبير العسكري واللواء الركن المتقاعد محمد علي السماضي شكرا شكرا